موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى موجز العاشرة اعلنت المبادرة الوطنية الجامعة في السودان موافقة المكون العسكري ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك على عودته رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وافاد بيان من المبادرة بان الاتفاق يشمل اطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني بالاضافة الى الاستمرار في اجراءات التوافق الدستوري والقانون والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية واوضح ذات البيان ان الاتفاق سيعلن عنه اليوم الاحد بعد توقيعه على شروطه والاعلان السياسي المصاحب له استشهد فلسطيني وقتل مستوطن الاسرائيلي واصيب ثلاثة اخرون بجروح اليوم جراء اطلاق نار بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وقالت شرطة الاحتلال في بيان انه في حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم نفذ فلسطيني مسلح بسلاح من نوع كارلو عملية اطلاق نار في البلدة القديمة في القدس مشيرة الى ان الاطلاق النار اصفر عن اصابة اثنين بجروح خطيرة الى جانب اصابة شرطيين اخرين بجروح لافتة الى انها قامت بتصفية المهاجم الا ان قناة كانت تابعة للاحتلال افادت لاحقا بمقتل احد المفتوطنين متأثرا بجراحه في هجوم الذي وقع عند باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى اعلن الجيش اليمني في بيان له اليوم الاحد عن سيطرة القوات المشتركة الموالية للحكومة بالكامل على مديرية حيس بمحافظة الحديدة وقالت وسائل اعلام نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية ان القوات المشتركة حررت كافة المناطق المديرية مديرية حيس من منيشيات الحثيين بعد معارك عنيفة ويعد هذا ابرز تقدم الميداني للقوات الموالية للحكومة في المحافظة منذ نحو ثلاث سنوات قالت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن السبت ان قواتها نفذت عملية توازن الردع الثامنة ضد اهداف عسكرية حيوية سعودية واضاف يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان ان قوات جماعته قصفت قاعدة الملك خالد فرياضة باربع طائرات مسيرة واهداف عسكرية في مطار الملك عبدالله دولي بجدة واهداف بمصاف ارامكو ومطار ابها الدولي في المقابل قال التحالف السعودي الاماراتي انه نفذ عملية نوعية في صنعاء وصعدة ومأرب دمر خلالها 13 هدفا عسكريا للحوثيين واوضح التحالف ان اهداف العملية شملت مخازن اسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لاطلاق الطائرات المسيرة قالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين ان الاحتلال الاسرائيلي قتل 77 طفلا فلسطينيا خلال عام 2021 ويحاكم عسكريا بين 500 و700 طفل سنوي واضفت الحركة بمناسبة اليوم العالمي للطفل انها وثقت استشهاد 77 طفلا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم 61 منهم في قطاع غزة و16 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مشيرة الى انه ومنذ عام 2000 قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي نحو 2200 طفل فلسطيني قال وزير الداخلية الفرنسي جيراد درمانان ان بلاده سترسل قوات شرطة خاصة لاستعادة النظام في مقاطعة جوادلوب الفرنسية التي شهدت احدث شغب واعمال نهب وسط احتجاجات على القواعد الصحية لمواجهة جائحة كوفيد 19 وقال وزير الداخلية الفرنسي للصحفيين ان الرسالة لجوادلوب هي ان الدولة ستتعامل بحزم في مواجهة المحتجين قالت وزارة التجارة العراقية السبت انها قدمت مقترحا الى تركيا لتشكيل تكتل اقتصادي يضم ايضا ايران ليكون قوة اقتصادية على غرار تكتلات موجودة في انحاء العالم وليصبح القوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية تسجيل نحو نصف مليون وفاة جديدة بفيروس كورونا في اوروبا بحلول مارس المقبل اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة وقال المدير الاقليمي لمنظمة اوروبا ان الاوروبيين سيواجهون موجة جديدة من العدوى داعيا الى اتخاذ التدبير الصحية اللازمة نهاية الموجز بامان الله اشتركوا في القناة